بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 الوحدة الثامنة جهد القضب وقياسه كل قضب إنعكاسي له جهد كهربي محدد ناتج عن وجود طبقة مزدوجة من الآيونات على سطح القضب مثلا قضب النحاس توجد شحنات سالبة على سطح القضب بينما القضب نفسه يحتوي على شحنات مجبة هذه الطبقة المزدوجة من الشحنات تؤدي إلى نشو ما يعرف بجهد القضب في قضب الزينك توجد نفس الظاهرة حيث توجد شحنات موجبة على السطح بينما شحنة القضب نفسه سالبة هذه الطبقة المزدوجة من الشحنات تؤدي إلى نشو جهد القضب ما هي أهمية جهود الأقطاب؟ جهود الأقطاب هام جدا حيث بناء على قيمتها نعرف ما هو الكثد ومن هو الأند حيث أن الجهد الأعلى دائما يكون هو الكثد بينما الجهد الأقل دائما يكون هو الأند النقطة الثانية توقع قيمة فرق الجهد في الخلية أي معرفة جهد الخلية بناء على جهود الأقطاب كيف نقيس جهود الأقطاب؟ لا يمكن قياس جهود الأقطاب بصورة منفردة ويجب إعداد خلية جلغانية من القضب المرات قياس جهده وقطب قياس آخر معلوم الجهد مثلا قضب الهايدروجين القياسي ودائما كل الأقطاب القياسية تم الاتفاق على أن جهودها تساوي صفرا هذا هو قضب الهايدروجين القياسي ويتكون من محلول حمضي تركيز دائما 1 مولاري وعلى صفيحة أو قطعة من البلاتين وعلى أنبوب يدخل من أحد فتحتيه غاز الهايدروجين ويخرج من الفتحة الأخرى وبالطبع جهد قضب الهايدروجين القياسي يساوي صفرا هذه صورة أخرى لمكونات قطب الهايدروجين القياسي محلول حمضي تركيز 1 مولاري عند 25 درجة مئوية وقضيب من البلاتين وأنبوب يحتوي على فتحتين غاز الهايدروجين يدخل من هذه الفتحة ويخرج من الأخرى هذه هي المكونات الكاملة لقطب الهايدروجين القياسي بذلك ننهي هذه المحاضرة ونواصل في شرح مقر الكيمي الكهربية في محاضرات لاحقة ترجمة نانسي قنقر